مرحباً يا أحمد وليلة كيف كانت نتائجكما في اختبارات الجغرافية؟ حصلت على درجة عالية وأنا سعيدة بذلك وأنت يا أحمد أنا أيضاً حصلت على درجة جيدة شكراً لجلساتنا الممتازة هذا رائع أشعر بأن التعاون والمراجعة ساعدنا كثيراً نعم ويجب أن نستمر في هذه الجلسات لكي نحقق نتائج أفضل في المواد الأخرى ماذا عن مادة العلوم؟ لدينا اختبار فيها الأسبوع المقبلة صحيح لنجتمع في المكتبة غداً للمراجعة موافقة سأجلب معي بعض التجارب البسيطة لكي نفهم المفاهيم بشكل أفضل تمام وأنا سأحضر بعض الكتب الإضافية للمراجعة إذن غداً بعد المدرسة في المكتبة لا تنس جلب كل المواد الضرورية لن أنسى إلى اللقاء أحمد إلى اللقاء سارة إلى اللقاء ليلى لقد جلبت بعض النماذج للخلية والجزيئات لندرسها وأنا لدي بعض التجارب البسيطة لنفهم كيف تعمل التفاعلات الكيميائية رائع لنبدأ بدراسة تركيب الخلية ما هي أجزاء الخلية الرئيسية؟ النواتو، السيتوبلازما، والغشاء الخلوي كل جزء له وظيفة معينة ولا تنسى الميتوكندريا، هي مصادر الطاقة في الخلية ممتاز، وماذا عن التفاعلات الكيميائية؟ نحن نحتاج إلى فهم كيف تتفاعل المواد لتكوين مركبات جديدة يمكن أن نقوم بتجربة صغيرة لذلك حسناً، لنقوم بتجربة التفاعل بين البايكربونات والخل لرؤية كيف تتكون الفقاعد تمامٌ، هذه تجربة مسلية وتساعدنا في فهم المفاهيم إذن، لنكمل المراجعة ونتأكد من فهم كل الأجزاء أتفقوا، سنكون جاهزين للإختبار بعد هذه الجلسة إلى اللقاء في الجلسة القادمة، وبالتوفيق في الاختبار إلى اللقاء